اشتركوا في القناة وتفصيلا توفيت اليوم خلود القعيد وذلك في تمام الساعة السامنة صباحا على اسر تعرضها لوعكة صحية نقلت على اسرها الى المستشفى وصرحت النيابة العامة انه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حاسيات وفاة خلود القعيد وذلك بعد انفجار الزائدة الدودية نتيجة شبه التشخيص طبي خاطئ وتم الاضافة انه اذا اثبت التحقيق وجود اي خطأ طبي ادى الى وفاة خلود القعيد بخطأ طبي فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من ارتكب الخطأ مؤكدا ان لا تهون في حياة المواطنين نسأل الله العظيم لها الرحمة المغفرة وان يرزق اهلها وزويها الصبر والسلوان ان لله وان اله راجعون كل من عليها فان تعددة الاسباب والموت واحد اذا جاء اجلهم لا يستأخيرون ساعة ولا يستقدمون اعزائنا وتابعين وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم